موسيقى مشاهدي قناة الحوار تونسي مسئكم خير مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الحقائق الأربع وملفاتها الأسبوعية قبل المنجيل اليسان فيكم في هذه الحلقة بعد شوية نحطكم في صورة التطورات الجديدة اللي صارت في إيطاليا في علاقة بملف النفايات الإيطالية اللي كنا عرضناها هنا في الحقائق منذ سنوات إيقافات بالجملة صارت في إيطاليا في هذا الملف أما أول ملفات الحقائق للليلة فاجتهزنا للتحقيق في موضوع الأحديد الترافيك اللي صاير فيه الترافيك اللي صاير في الأقطار متعبارات الأحديد اللي تبنيوا بهم والي صاير زادها في فواض الأحديد والخطر على البني الديار وغير ذلك في التحقيق خاص بالحقائق للليلة هني يوقع المشاكل يوقع البيطان اللي فيصير في البيطان ومشاكل في الأقسيمة في الواحد يجيلك اليوم يوقع الحيط انتاو عمل فيه فيصير ما يفهمش هو وقت اليوم الحديد ما نعني فيه يتحط عشرة يتحط تسعة فواض الحديد يتحط حديد ستة يتحط تحديد خمسة فاصل خمسة هذي أكثر اسم الوسيقى اسمه فتحي عمره ستة وستين سنة وبش تصير خوض عليسي فتحي هذا في القرون بما أنه سيتم الإبلاغ على وفاته في جريمة قتل لكن بعد دفنه يتبين أنه فتحي حي كيفاش؟ إذا ينكشفو لكم تفاصيله في تحقيق خاص بالحقائق عائلات وصلوا دفعة أربعين مليون بش يخرجوا أولادهم يقرأوا في جامعات البرة بش يتحصلوا لهم على ترسيم وعلى فيزا لكن بعد ما دفعوا هالفلوس لا الأولاد خرجوا ولا تحصلوا لهم على الترسيم والفيزا شوالي يصاير في عالم مكاتب التشغيل والتحايل اللي فيها أو مكاتب الدراسة في الخارج وبعضها من الشركات المتحيلة فتحنا الملف في الليلة وفي ملفنا التاريخي بالنسبة للليلة نرجع لسنوات أواخر الستينات بداية السبعينات فترة صعود وسقوط واحد من أبرز وزراء برقيبة في ذلك الزمن الوزير أحمد بن صالح كيف كان صعود أب تعاضد كما كان يتسمى في تونس ثم ما هو سر سقوطه وكيف سيهرب بعد ذلك للجزائر عودة على هذه الحقائق والأسرار مع مؤلف كتاب أحمد بن صالح وزمانه ظليما كان المفروض يكون عنده مستقبل أفضل من المستقبل اللي يلقاه سياسيا كان ينجم يكون عنده دور أكبر كان يكون رئيس كان يكون رئيس بعد برقيبة كان يكون رئيس هذه جملة الملفات اللي تستانيكم في الحلقة 19 من الحقائق الأربع مسائكم خير مرحبا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنكي العادة صحبة جزء من فريق البرنامج خليل زروق مساء الخير السيئ النور عش نحوالك سي خليل عمد لله صفا صفا رغم شوية تعبوا شوية مرضوا كذلك لبس لبس اليوم خليل زروق ملفنا وتحقيقنا معاك ويمشي هزنا ماشي هزنا للشركات توظيف بالخارج جزء منها شركات وهمية لهفة الملائن من عند الحالمين بالهجرة اللي يحبوا يمشيوا أما يخدموا في الدول الأجنبية أو أنهم يمشيوا يقرأوا شركات هذه لهفة منهم الملائن ولكنهم ما سافروش ما سافروش لخذيه وللفيزا لخذيه والترسيم في القراية ولنجمه يسافروا وقت لي ناس نجم تدفع حتى الأربعين ألف دينار من غير ما تتحصل في نهاية المطاف حتى الشيطة تشوفوا هذه القصص المذهلة بعد شوية لو سهل أيمن معتوق مرحبا حمزة مساء النور مروى محجوب مساء النور بعد شوية أيمن معتوق حكاية رغم اللي حكينا بارش حكايات في الحقائق هذه من الحاجات اللي عمرنا ما تعرضنا الحاجة كيفها حكاية غريبة عجيبة في حاجب العيون بالقروان فتحي شرابي 66 سنة توجد على أساس مقتول العائلة تقبل العزاء يتدفن لكن بعض الفرق متاعه بنهار باش تصير مفاجأة حتى حد كني نجم يصدق هاته نشوفه فتحي هذا يشني أحواله اليوم مروى محجوب تحقيق من الحجم الثقيل لحاجة ثقيلة لكن القينا فيها برشة مشاكل لحديد باش نحكي حمزة على قطاع حيوي جدا اللي هو قطاع لحديد باش نمشيه لشوية شوانتو مراذي باش ندخلو للبني وتفاصيله لحديد اللي هو زيدة للأسف لقينا فيه برشة رفيك في قياسيتو وفي حكايات أخرى وهو كذلك وهذا لأول الملفات اللي باش نبدأوا بها الليلة حتى لحديد وصل الترافيك فيه ترافيك فيه حاجات متعددة تشوفوا تفاصيلها الليلة في الحقائق للتواصل والتفاعل معنا عندكم رقم البرنامج على الواتساب الرقم اللي قاعدين تشوفوا فيه اللي تبعثونا عبره رسائلكم مكتوبة وإلى مسجلة بالصوت وإحنا من بعد نعاودوا التواصل معاكم أول ملفاتنا بالنسبة للليلة باش يهزنا لموضوع الحديد عليش نحكيه وعلى الحديد اكتشفنا أنه باب كبير ياسر ومجال كبير ياسر لبرشة تجاوزات لكن اليوم باش نركزوا على أعداد من هذه التجاوزات فقط نبدأ لكم الساعة بهذه الوثيقة باش تفهموني وثيقة رسمية اللي تجينا على الوزارات المعنية وزارة الصناعة ووزارة التجارة هذه وثيقة اللي تحكي على الحجم متاع الأحديد اللي تعرفوه متاع البني ستة ملي متر ثمانية ثناش أربعتاش ستاش عشرين خمسة وعشرين ثنينة وتلاثين ملي متر الأحجم متاع الأحديد محددة قانونا محددة شنية الحجم وشنوه اللي تنجم تعمل بيه هكا الأحديد هذيك بالضبط شنوه اللي تبني بيه ولا في شنوه تستعملوا الحاجة الأولى اللي باش نكتشفوها أنه فما أحجم غير معترف بها غير مصادق عليها ولكنها الدور في السوق مثال هذا الحجم اللي اكتشفناه وهذه وثيقة لأحد الشركات نحكيه على حديد تسعة ملي متر موشي موجود في الجداول الرسمية للحديد اللي ينجم يتم التداول فيه لكن باش نلقاه تسعة ملي متر كيما باش نلقاه زادة في عوض حديد الستة ملي متر باش نلقاه حديد الخمسة فاصل خمسة اللي هو زادة لا يتطابق مع الشروط وتتشوفوا شنو المشكلة اللي يعملها في موضوع البني الحديد اللي نلقاه فيه زادة اللي قاعدين تشوفوا فيه هذا نعرش كان تعرفوا شنو يقولولو أهل القطاع هذي ديش هذي الفواظل متاع الشوانة متاع الحديد هاوك باراة حديد ولكنها عبارة على فواظل لكن اللي بشك تشفوها أنه فما متحيلين اللي انفواظل هذي يمنع القانون التداول فيها باستعمالها من جديد في البناء لكن نلقاوهم هذك اللي يعملوا فيه شو اللي ساير بالضبط في عالم الحديد ليش رغم أنه قطاع حيوي وكبير ياسر في البلاد والمفروض عنا منه الاكتفاء الذاتي نلقاوه رويحنا في مشاكل كبيرة في هذا القطاع ونلقاو انتشار التحيل كما في الأحجام متاع بيران الحديد تحقيق مروة محجوب يجيش لبالكم إنه عدد من المباني ولا الديار اللي قاعدة تتبنى تنجم بعد سنوات التح ولا مثلا تشريوا دار جديدة وبعض مدة تبدأ لحيوت متاحها تتشقق يجيش لبالك كام وقاول إنه كمية الأحديد اللي انت تشري فيهم كميات كبيرة منهم تنجم تكون مخشوشة في قياساتها ولا هي في الظاهر حديد جديد أما في الأصل ما هي إلا ديشي متاع حديد مستعمل ومرسكل معطيات خليتنا نزوروا بعض الشوانط ونسئلوا شنو حكاية الحديد اللي يستعملوا فيه في البني وهو غير مطابق للمواصفات وهل إنه بالفعل فما أسويق موازية تبيعوا تشري في النوعية هذه بكميات كبيرة تعوض لحديد المطابق للمواصفات بشتفهموا مليحة اللي نحكيه فيه لازم تشوفوا معايا الجدول هذا الجدول هذا هو بمثابة كراس شروط ضبطتها وزارة التجارة فيما فيما يخص الأقطار من تعبارات الحديد الموجهة للبناء وأسعارها كما تشوفوا أصغر قياس هو ستة ونلقاوه ثمانية والعشرة والأثناش وأقطار أخرى هذا على الكراسات لكن اللي بش نكتشفوه إنه التلاعب في قياسات قطر بارات الحديد حاجة تقريبا معروفة عند الناس الكل وإنه عادة يتلاعبوا بالقياسات وينقصوا فيها بش الطن يطيح أكثر عدد من بارات الحديد فما برشا نواع حديد قبل ما كناش نسمعوا بيها ما خدمنا هاش قبل الكيمة حديد تسعة وقتلها تفقد الحديد اثناش ولا حديد عشرة ولا فهم حديد حداش ولا فهم حديد تسعة منواع متأحديد المرة نسمعوا بيهم نعرفوهاش قبل واضطرنا بش نخدمو بيهم ويجي لكليون قولوا له رأوا هذا حديد تسعة ورأوا تسعير متاع وكذا وكذا ومش مسعر ماتا قلون مش مسعر من الدولة لكن نقولوا احنا لكليون ووضحولوا رأوا هذا مثلا رأوا مش مسعر وإحنا يتكلفلنا كذا وكذا أكعلي عشرة مش يبيعوك كذا ولا مثلا يصنعوا الاحديد بقياسات عمرها لكينة طول صارت هذي وثيقة اتحصل عليها الحقائق وتثبت تصنيع واحدة من الشركات الاحديد بو تسعة استغربنا من القياس المش متعودين نلقاه واسئلنا عليه واحد من المتخلين في القطاع تاريخيا نحنا ما نخدموهش يعني حتى مداخل لا خاص ولا عام نخدم وتقريبا نخذاه فيه شهادة طعم وصفات محدة بفترة زمنية وبكمية بعينها لكنه يباريه محترمش هالكمية هذية والفترة هذية وقعد يواصل كذي تحط انت ديامات فروست اللي هو نوف لاهو ديس ولاهو دوز معنا ولاهو ويت برتو لاهو ديس ليصير شوي اشتباه بتباعه مدامو نوف انا مستهلكوا اقل الماتير بيش يكون بالضرورة ارخص من ديس والتلاعب بالاقطار بيش يتجاوز تصنيع قطر جديد وانا مال حديد اللي منعدتو الدولة بيش نلقاوه هيتم التداول فيه وزارة التجارة اللي سبقوا منعدتو في البلاغ هذا اللي تقول فيه التخفيض في اسعار بيع مادة حديد البناء بنسبة 14% ومنع ترويج النوعيات والاقطار غير المدرجة بالتسعير الحالية لكن اللي بيش نلقاوه انو الحديد هذا يتباع التجار الجملة وبكميات كبيرة واكثر من هكا يعوض الحديد المتعارف عليه وكل حد وتبريره اغلى بيه يحبوا يقوموا بالحديد خمسة ونص نجيب لهم حديد ستة يقول لك لا هذا رجح ولي بدأ يجيب لحديد خمسة ونص وحتى كي يبدأ أغلى يقبل لك انو بشيخ نبل خمسة ونص من يفضمش بالحديد ستة علاش على خطر طري على خطر مليابل ويتعوى ويتعيح أكثر ونقولوا احنا سكونا البني يسميه هومو في الجرغون مسيك الكادر وليد خيي موت بيناي يقول لي كني عندي حديد خمسة فصل خمسة ذايا الموجود ما عنديش حديد ستة يقول لي وين موجود أخي حديد ستة معاش نخدم بيه يقول لي كان يطوم المعمل خديد خمسة فصل خمسة معاش كان الحدد حتى من الانجينيور بيتون ولا يطلب لك الخمسة ونص علاش على خطر الخمسة ونص أجود وحتى كي بشي يطيح يطيح لك أكثر ومش بشي يعملو بيه بشي يعملو دي كادر و تريه البروموتير هوش بشي يعمل بشي يربح في الكونتيتي متى الحديد على خطر معناها كي ما قلت لك معناها الكونتيتي مش كي ما حديد ستة مش كي ما حديد خمسة وليد العام لذا دا كيف كيف تبدأ أرد حلة أكثر هالتجاوز هيدا يشوفوه مهنسي البناء واحد من المخاطر الكبيرة اللي تنجم تهدد المستعملين بتاعه بيه سور يهدد سلامة المبنى هو شوفها بشي قلك الأصل في الأشياء إنه رمع بارات هدمك يتربطوا برحلين ثمانية قلت كرينو ليه ثمانية كرينو ليه مش حتى أرطبة هني يوقع المشاكل يوقع البيطان اللي في سير في البيطان ومشاكل في الأقسيمة وفي الواحد يجي لكليون يقل حيث متاعه عمل فيه في سير ما فهمش هو وقت اليو الحديد معناه في هذا يتحط عشرة يتحط تسعة فهذا الحديد يتحط حديد ستة يتحط حديد خمسة فصل خمسة هذي أكثرية المشاكل والغريب في الأمر اللي ما زالوا يخدموا بيه تصادوا حتى هدهما هو ينقص من العمر متاع البناية لك إنتي كما تفقش بيها وما تصلح حيش لك العمر متاعها هو ينقص تخاطر هو الأحديد ولا البيطان بصفة عامة عنده اندوري دو فيه وماش محدة لكن هي طويلة لك هو إنتي تنقسم العمر متاعه لك إحنا في برشة معناه وضعيات نرفضنا معناه لوجود النوح ذي في الحضار الغشة في الحديد معطى يعترفوا بيه أكثر من طرف ولكن أثناء بحثنا بيش نكتشفوا إنه التلاعب بالأقطار ماهيش هي الطريقة الوحيدة اللي يعتمدوها البعض وإنما فما تلاعب آخر يصير فيه علاقة بفواضي الحديد فواضي الحديد كيمة بقايا الحديد متاع أشوانة البني ولا بقايا المادة الخام اللي تم بيها تصنيع الحديد المفروض ممنوع إعادة استعمالها لتصنيع عبارات الحديد الحديد كان خدم ولا تعوج ولا واحد رغم ممنوع بيش تعاود استعماله خاطر ذاك الحديد خدم صار فيه إفور قالوا فيه إفور ممنوع بيش تخدم دونك بالنسبة لي نحن أي دي شي صار وسرتوه تقص ولا صار فيه حاجة رغم ممنوع استعماله دونك ما قالوا يتعاود يترسكل يترسكل ويترسكل فيه معامل معامل أحديد يترسكلتو لكن ما تجمش هو تعاود تستعمله في حضرة من الحضار لكن معطيات الحقائق أتأكد إنه هد شي هذا يترسكل ويتم إعادة استعماله وبيعه بعد ما يكملوا البرجيات الكل يشيط الكل المتاع دي شي هذكا مو صالح ماذا يعملون له هم؟ يهزوه دي المعامل يعاودوا يخدموه يعاودوا يخرجوه بمن لول جديد مثل البار كي يشريه هو الدوريجين كما هو 12 ميت والبار ولا بترناج ولا كذا يتبع بثبا وعشرين بثمانية وعشرين هو يكلفه بعشرة وعشرين دينار أما ما هوش مؤهل للبني برشة مشكل قاعدة تتير في فشوانت والبرجيات الكبار اللي دي الشي بعد ما يكملوا البرجيات بتاعهم يجيوا في بروجيات جديد بالشي هذكا يزوه ويعاودوا يخدموه فيما صانع عشوائية فيما صانع عشوائية هنا يتصير المشكلة وهنا يتصير برشة مشاكل يجي معناها لك اليون هيقى برشة مشاكل في الحيوث في البريفيريك في البيطان طول حديد هذكا موش مؤهل بتباع عندي بروجيات ويعاود يخدمهم يقى هو عنده سبعة فانية تران تحديد جديد ويأخذوهما في السكتين في المئة ويأخذو التونس داعات ما يأخذو فشي في كل بالقرارت في عبادة بالكرويتة يهز باللوان يهز في المقاولة لما حاشتوش بيها كلك سيبع لي أخو يحرم علي أني مش نعاود برسكلة يهز يبيع بكلو يعمل سطوك الكبير وتعاود الرسكلة برشة كواليس في الليل سيبع لي يسوف الهديد ويعملكش البارة 30 متر يبعد من رسكلة يعملك البارة 60 متر ويعمله فلاش خاطره مريش في بعضه يعملك 6 متر يعملهن كل 600 متر و40 متر على حسب القيس يقول لهش عندك عرص 50 عرص 50 عرص كل العرص في الاربة يرام في الاربة طرف لديهن 6 متر و50 متر أنا ما أعمل حتى يخرج بيه يخرج بيه من الدب والشانتي يخرج الحكم الحديد مقصوص مجيش البال ولي هو حديد من عاسي ومع التلاعب اللي يكونا نشوفو فيه مروا محجوب بالقياسات متاع البارات متاع الحديد باش نكتشفو أثناء جولتنا في هذا التحقيق اللي يفهم أسويق عشوائية أخرى لصناعات سبيسيال بالحديد بالضبط حمزة والصناعات السبيسيال بالحديد المستعمل اللي كنا نحكيو عليه اللي هو الديشيء متاع الحديد الديشيء متاع الحديد مش نكتشفو أنه فما أسويق بتبيعة ماشي أسويق منظمة ليوم مواطنين كما تشوف في المشاهد هدية حمزة هذا سوق الحقيقة نجم ليش برشة ناخده المشاهد مكتاع في طبيعة الميدان حمزة لكن السوق هذي في برشة أنواع متاع حديد بتبيعة كما تشوفو في اللي ديشي هذية سوق وأتولية حمزة لأنه شفنا فيه الناس متخصة اليوم تطولك في بارة الحديد أنت وشنية تحب الضبط تاخذ أتولية كامل حمزة يعني يصنعوا هذو ما فيه العرس لحديد كما هذي توا مثلا هذي عرصة يحذر فيها وتشري عرصة حديد مصدد بالضبط كما تشوف الحديد مصدد حديد مستعمل حمزة وكما يقولوا نحنا ديشي كما يقولوا هما يعني مستعمل وغير صالح معناها للحديد هذا يردوهم بعد يستويوا ويعملوا بيها العرص بالضبط وذلك عليش حاولنا نبيعه ونشريه معهم حابلنا نكتشفوا وشنوة اللي بيعوا فيه بالضبط وشنية القياسات وشنية الأثمان نسمعوا شوية حمزة جزء محاثة معه هذي مبعدها تبدأ هذي مبعدها تبدأ عص فلو هذي م أوه هذي مبعد تختفوا ياه هذي تشاف فلو هذي زنينибо هذي مبعدها تخطى أ JS هذي مبعد brak هذي مبعدها ثعو 찾아 هذي مبعدها اتصبت حديد كم عقب عمسح ليس ناس قضوب العرصة ناس شايزة فتالة ناس صافي ناس صافي بك يمتين عقب ياتير و 15 عقب هذي حديد 6 و 5 و 5 6 و 5 ساداك فوت ما عندك فيه هذي حديد ويعد يمشي ما عندك فيه صافي ومصدد ما عندك فيه حديد 5 حديد 6 حديد اليوم وكما كنت تسمعوا يصب عليه دالة يعني هذي كي يتشري ويبيعوه جميعا ويحطوه ويعملوه ما معنتها عرصة ويصبوا دالة ويصبوا دالة ويتبني وكي نقولوا سوق نقولوا أثمين كما كنت تسمعوا أسعار نحنا حاولنا نلخص شوي بعض الأسعار متاع المواد كما تشوفوا عرصة 3 أمتار بستة أعراف كما هذي 40 دينار سعر متاحها السيميلة 80 سنتيمتر ستة أعراف 15 دينار السيميلة هي هذيك اللوطنية أكيد المقاولين يعرفوا يعرفوا تسميات السيناج مثلا واحد متر عشرة دينارات ونلقاوا زيدة المشموم متر وستة أعراف 25 دينار الأسواق هذه منتشرة في أكثر من ولاية ولكن الخبراء اللي حكيت معاهم يكتو أنه الشي هذا اللي صاير خطير جدا على البني اللي نجم يصير في البلاد بالضبط حمزة هما المهندسين وجهون أكثر من سوق في أكثر من ولاية مواطنين معنا هما يبيعوا ويشريوا فيه أكثر من هكا هما وجهوا نداء للسلطات اليوم واحد من الخبراء محمد الحرزي وجه نداء للسلطات للتدخل العاجل فما ناس تعاود تقعد تاخذوا في الحديد القديم يعطي يخذوا ديار يخذوا الحديد ذاك ويعاود يخدموه ويعاود يصبوا به ذاك ممنوع جملة ممنوع الموضوع ذا يجب أن نحيوه ويتقى مراقبة دقيقة في الحكاية هذا شكرا مروح المراقبة الدقيقة في الحكاية متع التلاعب بالأحجام متع الحديد حاجة ضرورية جدا أما الحديد مفيش كان مشاكل التلاعب بالتايم تاعه فما زاد مشكلة كبيرة ياسر اسمها الخردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 العلق تقريباً تنتج يومياً من 80 إلى 90 تن ولكن مش بطريقة منطظمة ومش باستمراء نعمل ثلاثة لربعين هدومة تقنتج نصلنا عليك ونقولوا 90 تن في اليوم لكن بعد لأنه يجب على تقدير المحاولات ليس أخرج من هذا الأن يجب أن يضع المحاولات لقناة لتعرض لقناة المحاولات لذلك، يجب أن يستغرق أربعين وخمسين وخمسين وخنين والتي يكون إنتاج فهما أعمل عاليش، وصلنا للوضعية هذه هذا جرّأت راكمات، معناها من قبل الثورة معناها مش وليدة اليوم للأسف معناها الاصلاح ما كانش في وقته معناها باش ما نوصلوش للحالة هذي تأخرنا برشا في عملية الإصلاح وهذا اللي خلى المؤسسة معناها تعاني معناها في الوقت الحاضر من مشاكل عديدة خاصة مالية في الإثابة تعاهداتها معناها توجاها مزاودين وتوجاها الحرافين تاها شركة الفوليث اللي كانت عملاق هذا القطاع عندها مشكل عمره عشرين سنة متعلق بالفور الكبير اللي يذوب الخرد من الضربة القاسمة للشركة كانت منذ 2003 التاريخ اللي ذكرته سيتك أنه كنا نشتغله معناها الإنتاج متاعنا متركز أساسا على تحويل مادة الميناء اللي هي خام الحديد بالفرن العالي قرار معناها سياسي قولها قرار سياسي وقع إيقاف الفرن العالي هذي التعالة هي تلوث هي كذا فمتني للأسف وقع تسريح ألف عامل في الوقت هذيك وموقعش معناها برمجت بدائل بعد إيقاف الفرن العالي هذي طيب انكتحنا من 200 فوق 200 ألف طن في العام معناها إنتاج طيب انكتحنا للستين ألف وقاعدت العملية هكاكة فمتني إلى حين معناها 2008 و2009 بحلول ترقيعية عملنا معناة توسعة صغيرة للفرن الكهربائي الموجود وقتها وأضفنا فرن كهربائي مشابه بريسك اللي مايغطيوش طاقة الانتاج اللي كانت معناها قبل الألفين وثلاثة خروج الفرن العمليق هذي على الخدمة بش يخلي الشركة تدخل في دوام وتتحمل خسائر وسلة اليوم لقرابة الخمسمائة مليار القرار هو الترفيع في طاقة الانتاج القرار بترفيع طاقة الانتاج هو الاستثمار هو تركيز معدات جديدة وأفران كهربائية ولا فرن كهربائي كبير اللي قادر بش يذوب الخردة الموجودة في البلد أما إذا تجيب لي الخردة وانا بنفس المعدات عبارة معناها جبت لي بش نستوكيو ونخلي عندي ما نجمش تذوب معنا الوضعية متاع الخردجية مربوطة بالوضعية متاع الفولات تتحسن هي بحول اللي احنا نتحسنه ملي كانت تونس من البلدين الرايدة في تصنيع الاحديد عربيا اليوم مراتبها متأخرة جدا الشي اللي خلي من الضروري نلقاه حلول سريعة لشركة الفولات كيما لكل القطاع اللي سيطر على جزء منه الترافيك والغشة والسلعة المضروبة كيما كنت تشوفوا إذن المفروض في قطاع الاحديد المفروض الساعة أنه تونس عندها اكتفاءها ذاتي واكثر شوية من اكتفاءها ذاتي بما أننا اكتشفنا أنه هالثروة هي مربوطة زادة بالأساس بالخردة وماشاء الله الخردة موجودة بالبرشة ولكن في نهاية المطاف ما فهماش هذا الاكتفاء الذاتي بخلاف تحايل والغشة اللي موجودة في الأقطار متع بيران الحديد متع البني المواضيع هذي اللي بش نحكيو فيها مع ضيفي سيانيس بن ملاح مرحبا بيك سيانيس مرحبا بيك يا عيش شكرا على قبول دعوتنا مرحبا بيك سيانيس هات نجيوهم بالواحد بالواحد خطر فما حاجات معطيات صادمة شوية فما أمور متعلقة بخسائر وخسائر فلوس وخسائر عملة صعبة تونجيوها في علاقة بالقطاع بصفة عامة لكن فما أمور أرواح وسلامة بشر وفي علاقة بالبناء وانتي بيدي كنت تذكر في التقرير يخي هذي تسعة مليمتر حديد بو تسعة هذا موجود في العالم موجود حاجة مع حديد بو تسعة أنتو كا في تونس من عمر وما كان معنا حتى سابق فيه معنا حتى سابق فيه يعني نحب دي ما راني نقول في البنية اللي همي البني الباقي ما يمنيش هنحكي عالبني هو رو باش نقول معك واضح وعملي اي بروفشيونل مان بارلان معنا حديد تسليح يخضع المعائل سواء تونسية أو عالمية والمعائل اللي بيه واضحة وبسيطة معنا نجمو نبسطوها لسيد الموجات انو فما خاصيات يزم تقول متوفرة في قضيب حديد التسليح وش لستعمل آخر تسليح بكل بني نعاود نقولوها معنا نقول وحنا نشبوه في البتان بيه وسكو نابل ارواح بيتان الخاصيات ميش بلش نجمو نبسطوها معنا بطريقة بسيطة بلش هي الكباسيتي لتحمل الضغط نيوتون بارمتر كاري كذلك القابلية لللي حاب حسب نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي في القضيب وكذلك التعامل مع الزلازل ورياح واخيرا هو معنا نقولو احنا الخشونة وقابلية التشابك مع الخارسانة وهذا مهم جدا وفي كل الحالات هالخاصيات اللي كنت نذكر فيها امتوها تباعا رهم موجودين على القضي فما أرقام وفما رموز بالأحرف اللي تدل على هذوما اللي تدل على هذوما ومع تصنيفات كيما اي سنف تحديد سنف اول ثاني ثالث رابع الحديد هذو من كل الخاصيات في كل الحالات كي نحكيو على حديد تسليح بالضرورة نحكيو على اللي احنا نسميوها في السكتور الحديد كرينولي معناها كرينولي في اكل الدسان هذك تقاه يشوف المواطن والدسان يختلف من المصنع الى اخر باعتبار انه هذك لا يوجد ادنتيتي متى المصنع رضوة كانت تصير مشكلة نجم ونرجع احنا بعين ونشوف هذك اللي بتلقاها في القضي بيدو ونقاوها كذلك في بلصة اخرى مهمة اللي احنا عنا حاجة مهمة في تونس اللي هو معهد مواصفات الملكية الصناعية تلقى في الشهادة المواصفات متاعه والمطابقة متاعه تلقى الرسمة ذاك اللي موجودة على الحديد شنوه نعرف المرسمة وحتى التاريخ انتاجه اليوم الحديد التسعة هذا عنا جدول احنا يثبط تاريخيا شنوما الأنواع حديد التسليح الأقطار متاح الأقطار تحديداً الديامتر هاي القطر الوحيد اللي مفيش الكريلوناش الأملس هاي هو الحديد الستة ستة والدائر الجدول هذية اللي تضبطه وزارة التجارة بعد ابداء رأي التقني لوزارة الصناعة هاي يبدأ في اول اصطر فيه هو الحديد ستة أملس هو الوحيد والباقي الكله حديد كريلوني يمشي معناها ستة ثمانية هكيكة اكتباعاً حتيكة للتروندون الحديد التسعة هذا عمر ومكان عمر ومكان مدرج في الجد القناة الساعة تم التداول فيه في وقت ما وتوى المدهش حديد 5.5 هذة منين جاي هذة؟ هو الحديد 5.5 خلنا نعطيه هو ما هو مدام فما منتوج أنا عنده استعمال وعنده الحديد الأملس قطة 5.5 يمثل المادة الخام لصناعة كاملة اسمها الدرفلة نقول ونوضح الدرفلة مش حديد البناء الدرفلة اللي هو الفير فورجي لا لا هذاك الحديد التجاري هو الدرفلة هي انتلاق الماكة 5.5 نخدموا الكتنية سودية اللي هما الطبقات المشابكين نحطوهم في سيمونتاج كنقولوا سيمونتاج معناها مش بشيز دالة ولا بشيز عرص ممشى متاع شيارة ممشى اللوتا هذو يتعاملوا اللوتا هذا الخامسة فاصل الخامسة أصلي وعنده استعمالات أخرين اللي هو التل رباط والتل القرط استعمالات أخرين ما هو معد للبناء أبدلا وبالتالي كيفنا نلقى اليوم يقول لك البياع يقول لك والمقاول يقول واليبن يقول يقول لك رأوا اليوم نخدموا بخمسة فاصل خمسة شو معناها هذي؟ والله إنك تلقى إن براتيك في الواقع ما تشرعش اللي هي معناها مسموح بها رو اي لأ شنو معناها على السلامة متاع اللي قاعدين نبنيو فيه هذي مفيش حتى نقاش اختار داره ثم السابقة قبل أنه ثم شكون استودد هالحديد هذي وثم شكون عارض من المصنعين بمراسلة مكتوبة ومعلّة وكذا كذا اليوم المصنعين هذوما اللي يعارضوا استجلاب والتوليد الحديد هذي وتوجيهوا إلى مسلك التوزيع كي نقول مسلك التوزيع باش تنس تفهمني اي رأوا ببسطة عنا مصنع وعنا تاجر جملة متاع مواد البناء وعنا وكال كي باش تحطوا في مسلك التوزيع معنا تمشي الوكال معنا تمشي في المباني هذي ممنوع منعا باتا لأنه مصنع بسلامة الهيكل ولكنه يتبنى به يتبنى به هذا الموجود مع الأسف موجود قال السيد قال كتشوفوا ساعات بعض التشققات في ديار مات راهوا ما وش مستبعد مش مستبعد أنه من الحديد يعني مش ليه قالك دراشنية ليه ولا عندي فمن داو راهوا الحديد راهوا ربما يجبنا نشوفوا موضوع الحديد خطر يبني بخمسة فاصل خمسة من ضمن الأسباب من ضمن الأسباب إنه يتبع على خطر خمسة فاصل خمسة مربوط بالشربة من ضمن الأسباب ونحن نقولون مربوطة من ضمن الأسباب يكون بحديث من الثمانية المقاونين بكات وبيسانك من غير من ضمن الأسمان لا يخذون لكي خمسة فاصل خمسة ولا يقبلون لماذا توا كيلومور هكا سانيس؟ الوزارات لا تقبلون ولا تقبلون المهندسين لا يقبلون يصحوا على البني لا يقبلون الملكي لا يقبلون يتبنون عمارات وديار نحن نسمع لك معلومة ونكمل أحد المصنعين حديث البناء سنتظر مرسي 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 ون المرسي أن نقوم بسماء الوزارة بالتجارة عند وزارة سيجاء التجارة أمات من المرسي بالتجارة من أساليب السلامة أو شروط السلامة ممنوع ما تنجمش اللي تم استعماله ولا اللي يتقصه ولا اللي يتعوش تعاوش تستعمله ولكن اليوم يتم إعادة استعمالهم في البني هكا ولا يا سيدي؟ هكا هو القضيب متاع الحديد التسليح في تونس مما كان القطر متاعه طوله 12 متر هاي؟ وعنس كونابلو كايد في رياش معناه الاستعمال المهندس يعرف روحوش عنده استعمال في الحديد بتباعك انت تعطيه قضبان 12 متر بعد الاستعمال ويقعدون له كل ما نقوله وهذا يخسارة بالنسبة لي يقول لي أسهل له بحكي على البعض اللي محترمش يمشي ياخذ قضيب طوله 6 متر حاسب استعماله بتكلف له أرخص وبصوم آخر ما هوش السوم المساعر من طرف الوزارة بصوم أقل خدر يعتبر تدي شيء بالضرورة بصوم أقل لكنه ثم اختر اخر هنا تقول لي أنت تنجم تقول لي أنت تقول لي ايش بي مشكل ما هو في الأخر برحديد هو لا لا ثم اختر اخر وهذا هو اللي غراف احنا في البروزارة طبيعة البروزارة اللي سبب تقني بحث خرج لك سكونابل حديد دي كلاسي ما معنى دي كلاسي معنى حديد فيزيول محديدة لكن هناك سبب تحديد ممنوع استعماله ونحن جلات العادة مصنعين كل يضربوا بالأحمر ولا بالدون هذه تشوفها أنت تبدأ حزمة الحديث كاملة لكن تتقصد ثلاثة أمتار أو أربع متار البروزارة لا تشوفها هذا وهو كذلك ونختم بموضوع الخردة وموضوع العروق الفولاذية المفروض احنا الدولة اليوم عندها اكتفاءها وكثر شوية لكن اليوم نستورد في هذه العروق الفولاذية بكميات كبيرة المشكلة الأساسية شركة الفولاذ كان حتى رئيس الجمهورية تحول للشركة بشطرح هذا الأشكال مشكلة شركة الفولاذ هو موضوع الفور موجود لشركة الفولاذ الفور قادر على إنقاذ بين ضفرين قطاع الأحديد في البلاد حاليا كما رأيته في ريبورتاج الفولاذ طاقة التذويب لا تسمع حاجاتها لتصنيع حديد التسليم خطر الفور 20 سنة بالضبط ومسارس الاستثمار الاستراتيجي الذي كان يتعين القيام به في الوقت المنسب وإلى يوم الناسية هذا الوضعية لا تزال كما هي وبالنسبة للقطاع متاعنا هناك سبعة مصنعين لحديد بناء ينتميون القطاع الخاص وعنا مصنع الفولاذ والمثل شركة حكومية مصنع استراتيجيا فما كان حلول كانت كنا نجم نحطوها لكن ما تحطتش في الوقت المناسب وقعدنا نستورده وفما استنزاف عملة صعبة وبأرقام خيالية فلاكية نقول لك كنا نجم بكل سهولة نتفاديوها ونربح ونربح المجموعة الوطنية والبنك الملكيزي والبنك الملكيزي ونقول لك أكثر من هكا كنا نجم استنزاف العملة صعبة كنا نجم هذا هو رتوالي تبيع بما أن نجمي ولي عندك أكثر مالكتفائك الذاتي وهو كذلك لكن هذا ما صارش هذا يا لي ما صارش موضوع على كل حال للمتابعة موضوع الأحديد اللي هو موضوع ما فهمتوا قد داشي نجم يكون فيها همية من ناحية التحيل ولكن زادة من ناحية هذه الملفات اللي كنا نطرح فيها قل لي يسياني حبيت بربي بعد أذنك حبيت نلفت لانتباه كونه القطاع هذائي متع تصنيح البناء بتبيعته ينتمي القطاع محرك من المحركات الأساسية متع تنمي البناء البناء والأرقام ما تقول كونه السكتور هذائي في 2022 عمل 4.2% كنسبة مساهمة من نتج القومي الخام نعم داخلي الخام الثلاثية الثانية في 2023 نسبة هذه هبطت 3.9% وهذه أرقام رسمية في 2014 رغو الميدان هذائي ساهم ب17% 2010 ساهم ب26% 2005 33% ويظل الأرقام هذه كقعدة الضحرش خيارات استراتيجية غالطة لحد الأدنى واليوم عنا نسية الصناعية من المكتسابات الوطنية من ضمنهم مصنعنا مصنع حجم استثمار يتجاوز 150 مليون دينار طاقة تشغالية 200 موطن شغل مباشر دون احتساب غير مباشر المصنع هذا سيحمزة متوقف على الإنتاج من سبتمبر 2020 بطاقة اسمية سنوية 300 ألف طن من أحد افتراز في التكنولوجيا لأسباب عديدة ولكن الأسباب لا يشمقنا واضح لحد الأدن واضح جدا شكرا لك سينيس بن ملاح أتكساها على كل ما قلت هنا واحنا مش نمشي ونأخذه فاصل سريع ورجعين مع بقية ملفات الحقائق لليلة في الحقائق الأربع بعد الفاصل فتحي عائلته حزنت على أفراقه وقبلوا الأعزافيه بعد ما تعرفت عليه أمه واخويته لكن فتحي قابلوه حي بعد نهارين من دفنه وقت الكافرنية قال لي يا خليفة خلي رأسه خلي رأسه خلي رأسه خليه باين بجيه وبسوه انت تبوي هاك بس يراسه الغريب ما تعرفيشه هذي أمه ومدينة عنده خبت دراسك بات الوليد يريني مسامحاتك وبساته وبسوه وماريه كل سيدي شافوه ما عنده شافوه وطلوا عليه كله هم بدش يقول لك باش انت غسلته ومعرفت مش ليه نموالده